مرحبا مواليد برش العقرب كيف بدي يكون الأسبوع من الثانين أربعة للأحد عشرة أدار مارس هذا أسبوع ممتاز لمواليد برش العقرب التأثيرات الفلكية مناسبة جدا من أوله لآخره من أوله لآخره بكرر مع أنه في يومين الأمر مربع مع برشكون لكن لبأس بذلك خلونا نسمع الأحوال الفلكية كيف بدأت تكون لتختاروا الوقت الأنسب للعمل الأنسب أو المناسب البداية مع يوم الأثنين أربعة أدار الأمر موجود ببرش القوس يلي هو بنسبة للكم بيت كتير مهم كتير بني عني لكن لما الأمر كل ما يكون الأمر برش القوس بتكون موالي برش العقرب حيصة شوي مهتمة كيف بدأت تكون أعمالة كيف بدأت تكون زياراتة تنقلاتة موعيدة لأنه بتحسوا كأنه هذا القمر بيحمل نوعا من إشارة كيف بدأت تكون بقية الأيام من بعده الأمر الموجود ببرش القوس بيحدد نوعية إرادة معينة قرار معين توجه معين رح تاخدوه لأنه الأمر برش القوس هو ضغري من بعد برشكون طبعا أحيانا يعني المال الربح الثروي النجاح الخسارة شيء من هذا القبيل لكن حاليا أنتوا أوضاعكم قوي جدا الثانيين الساعة 11 وربع المساء بيروح الأمر لبرش الجدي الثالثة والأربع الأمر ببرش الجدي يعني الأمر ببرش الجدي بيزيدكن قوة على قوة معنويات على معنويات القوة اللي عندكم إياها إن كانت بالتلقلات بالشغل بالمناقشات بتفسير الأمور بإقناع الآخرين بالدرس بحفظ الأمور بإنجاز أعمالكن بسرعة ضمن الوقت المحدد هذه كتير موجودة بيساعدكم فيها الأمر من برش الجدي فترة مناسبة لكل الأعمال اللي بده حسبات اللي بده عضلات اللي بده تفكير وسرعة خاطر الخميس والجمعة الأمر ببرش الدلو هوني نوعا ما بتحسوا بشوية تعب وكأنه وكأنه استنفدتوا طاقتكن من أول أسبوع لكن مش بالضرورة لأنه الأمور يلي معقولة تصهر الخميس والجمعة ومعقولة تعبكن نتفي أو تسبب لكم شوية تهم هي بسبب بعض الأمور يلي أنتو بتهتموا فيها إن كانت عقلية أو شخصية عجقة وركض بيدخل على الخط لكن مش بالضرورة أبدا نكون سلبية بالعكس يمكن تكون هالعجقة إيجابية عم تحتفلوا عم تنبسطوا راجعين على البيت من سفر يعني شيء من هذه الأمور فحاولوا تحافظوا على رصانتكن وهدوءكن وبسمتكن المفاجآت السارة رح بتكون منتظاركم السابط والأحد الأمر ببرش الحوت زحل ونبتون كمان أمر جديد أيضا ببرش الحوت فالفترة مكدسة والحزوز مكثفة فيها لإلكن مع احتمال يكون فيه أكثر من خبر سار وأكثر من نجاح وأكثر من بداية لقرارات جديدة وتنقلات أو انتقالات جديدة من موقع إلى آخر لأنه في عنا أمر جديد في برش الحوت يوم الأحد فهذه الأمور كلها تجعل أنه مولود برش العقرب يتميز عن غيره السابط والأحد هلأ أهم شيء أنه نوعية الوقت فيها حظ بيبقى عليكم أنتوا تعرفوا تتصرفوا كل موليد برش العقرب محزوزة بشكل خاص خليني يقول اذكر من الشمس 5 إلى 12 نوفمبر من سحل 2 إلى 3 إلى 4 نوفمبر من نبتون 19 إلى 20 من المشتري 4 إلى 5 نوفمبر أما أورانيوس فبيسبب بعض المعاكسات عن 12 إلى 13 نوفمبر هذه كانت إذن توقعات الأحوال الفلكية تابعوني مع الأبراج اليومية والشهرية للمزيد من التفاصيل بيبقى